نرجع لأخبارنا المحلية عندنا خبر الحقيقة احنا شايفينه يعني حاجة واجهة مشرفة جميلة جدا لمصر وزير الشباب رياضة الدكتور أشرف صفحي عامل مؤتمر صحفي بكرة في الهيئة العامة للاستعلامات بحضور 31 سفير للحديث عن بطولة العالم لقرأة اليد القادمة التي تقام طبعا على الأرض مصر في يناير خلينا أقول لكم ان طبعا في حضور 31 سفير كاس العالم أو بطولة العالم 32 فرقة لو شنا مصر يبقى 31 دولة مشاركة كل سفراء هذه الدول هيكون موجودين بكرة في المؤتمر الصحفي هو ده الهدف من الرياضة والحقيقة احنا بنوجه تحية الدكتور أشرف صفحي الحقيقة وطبعا أكيد للدولة المصرية لأن كل ده مش هيتم إلا بالدعم من القيادة السياسية وتوجهاتها ان كاس العالم ده ينجح بالشكل ده الدكتور أشرف صفحي خد التعليمات والحقيقة حتة المؤتمر الصحفي ده حاجة أسعدتني جدا تخيلوا بكرة في 31 دولة 31 دولة في العالم هيتكلموا عن مصر وياخدوا تقارير عن مصر وعايز أقول لكم ان دكتور حسن مصطفى كمان هيحضر المؤتمر ده رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بالطبع طبعا هيكون حاضر وعدد من الوزراء أيضا الحكومة المصرية تخيلوا بكرة مصر هتتشهد المصدر هتتصدر المشهد فيه العالم كله والرياضة هيكلاموا عن كاسة عالم والتنظيم والأمان والإقامة والحضور الجماهيري كل التفاصيلات وأكيد فيه سفراء جايين مثلا هيكون عندهم بعض التساؤلات هيتم الإجابة عليهم حقيقة حاجة جميلة وكمان وجود المؤتمر الصحفي في الهيئة العامة للاستعلامات اللي هي منوط بيها أن هي توضح كل شيء فده بيدل أن فيه منظومة يعني تعمل تحت رئاسة طبعا رئيس الوزراء بشكل كبير لإنجاح هذا الحدث العالمي والحقيقة احنا كنا عايزين نقول لكم الخبر ده لأنه مهم جدا 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 هنروح لكرة اليد أيضا في الأخبار المحلية طبعا مجد أبو المجد لو تفتكروا الاسم ده وكان مدير فني فريق 19 سنة أو منتخب مصر تحت 19 سنة اللي خد كأس العالم دي صورته اللي خد كأس العالم اللي أقيم صفل فات في مقدونيا خدنا دهب مجد أبو المجد لتحاد المصي كرة اليد قرر تصعيده لمنصب المدرب العام للمنتخب الوطني للرجال مع الأسباني روبرتو جارسيا خلينا أقول لكم أن ده حاجة جيدة جدا أنت تعمل جيد جديد بجانب المدرب الأجنبي يتعلم الخبرات كابتن طبعا مجد أبو المجد اسم كبير حفر اسمه طبعا من دهب بعد حصوله على كأس العالم لما يطلع الدرجة الأولى يبقى أنت كده بتأهله الفترة اللي جاية أنه يقدر يتولى المسئولية مدرب وطني بكفاء علي كل التوفيق طبعا لكابتن مجد أبو المجد وكل التوفيق لمنتخب مصر في البطولة اللي جاية إن شاء الله طيب احنا كنا تكلمنا في أول الحلقة عن التسع لعبين بتوع النادي الأهلي اللي انضموا لمنتخب مصر منتخب مصر عمل مسحة كورونا عشان بسيار مسحة بسيار عشان يطمن على اللاعبين قبل ما يخشوا كل المنتخب طلع سلبي معادة للأسف عمر الوكيل طلع إيجابي نتمنى له كل الشفاء والحقيقة طبعا هيتم عزله والإجراءات اللي بتتبع في مثل هذه الحالات وإن شاء الله هنضم المعاصر المنتخب بسرعة عشان يلحق طبعا التدريب مع المنتخب خاصة أن المنتخب يفكر يعمل مطشاة الفترة اللي جاي وطبعا بفكر حضراتكم بمجموعة مصر في كأس العالم السويدة تشيك تشيلي ومبارات اللي افتتاحها يكون مع تشيلي على الصالة رقم واحد في استاد القاهرة كل التوفيق لمنتخب مصر كرة اليد اشتركوا في القناة